كان هناك غضب شديد جداً في فلسطين وفي منطقة جينين بالذات عندما أقدمت الميليشيا ميليشيا عباس منذ أيام منذ الغزو الإسرائيلي لجينين قبل حوالي أسبوع أعطى المهمة مهمة اللي ما اعتقلهم شركيا الإسرائيلي وجيش الاحتلال أعطى المهمة لميليشيا عباس أن تقوم بذلك وقامت ميليشيا عباس باعتقالات شديدة وبالفعل أدت إلى اعتقالات أدت إلى اعتقالات وهذا خرج خلى الفلسطينيين يتظاهرون خاصة في جينين وغضب من كافة الفصائل التي نددت بالاعتقالات قالت أن هذه اعتقالات سياسية تخدم العدو الصيوني والحقيقة أن الجميع يعرف يعني السلطة هادقة كما يسمونها السلطة أنا دائما نسميها الميليشيا لازم نسموه الأسياء بمسمياتها يعني هذه الميليشيا اعتقلت 65 فلسطينيين لا عفوا 25 فلسطينيين اعتقلهم الاحتلال وعشرات للآخرين اعتقلتهم هذه السلطة هذه السلطة وهذه الميليشيا هي في خدمة الكاني الإسرائيلي إلى درجة أنه حينما قدم السفيه تبون 30 مليون دولار عفوا مؤخرا وقبلها كان قدم مئة مليون هل نشوفوا واش قالوا الأمريكان يعني باش تعرف سعادة الأمريكان الشديدة اسمع هذه من القناة الليسموها القناة الدولية في الجزائر الال 24 شوفوا واش يقولوا على ما على فعل التبون بدأ الخارجية الأمريكية عن تقديرها دعم الجزائر للشعب الفلسطيني وأفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف في تغريدة نشرتها عبر بنصة تويتر بأنها تحادثت مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الجمعة وأن المحادثات تطرقت إلى سبل تعزيز تعاون ثنائي بين الجزائر وواشنطن إذن رحبت الولايات المتحدة بالمساعدة التي قدمتها الجزائر إلى السلطة الفلسطينية 30 مليون دولار كيفاش الولايات المتحدة اللي هي الراعي الأول للكيان الإسرائيلي الدعم الأول له الممول الأول له الحافظ الأمن انتاعه الأول له يفرح يسعد بأن تقدم الجزائر مال للفلسطينيين كيف ذلك؟ هل معقول هذا؟ نعم لأن المال لم يذهب إلى الفلسطينيين إنما ذهب إلى ميليشيا فلسطينية هي لكن لم يذهب إلى الفلسطينيين شعب المقاومين المعارضين للاحتلال ذهب إلى ميليشيا ترسخ الاحتلال تساعد الاحتلال تسميه التنسيق الأمني ولذلك قلنا ونعيدها هذا المال الذي يعطيه تبون لعباس ولما يسمى بسلطة الفلسطينية هو مال غير مباشر للكيان الإسرائيلي بدل ما الكيان الإسرائيلي يقدم ذلك المال من أجل مساعدة المخابرات الفلسطينية والشرطة الفلسطينية لإعتقال أحرار فلسطين تقدمه الجزائر تقول للشعب الجزائري أنه لمساعدة فلسطين وهو في الحقيقة لمساعدة السلطة الفلسطينية أي الميليشيا الفلسطينية التي هي في خدمة الكيان الإسرائيلي أي بطريق غير مباشر نقدم مالا للكيان المحتل لأننا نساعد السلطة أو الميليشيا التي تساعد الكيان المحتل هذه الحقيقة وهو ربيع ما هم جابوها في تلفزيونهم قال لك أن الولايات المتحدة رحبت بـ 30 مليون دولار لسلمتها الجزائر للفلسطينيين في كثير من الحالات الولايات المتحدة تضغط على دول مثل الجزائر والكويت ودول لتزعم أنها لا يوجد منطبعة أكبر مطبع أكبر من الإمارات والبحريني والسوداني والمصري والأردني والمغربي وأي مطبع في العالم الإسلامي أكبر مطبع هو السلطة الفلسطينية كيف نقدم مالنا لأكبر مطبع بل عميل ويعتقل الفلسطينيين ويسجنهم ونقول أننا ضد الكيان الإسرائيلي وضد الاحتلال الإسرائيلي كيف يقال ذلك كيف أقول ذلك أترك لكم السؤال أتركوا في القناة